موسيقى نحياتي لكنا عم تتابعونا عبر موقع الفن وحبين يعرفوا أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لشهر أكتوبر 2021 وبداية مع مولود برج الحمل نحن هون عم نحكي عن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود ده برج الحمل ظروفك المالية والمهنية عم تشغل تفكيرك بشكل مستمر بالرغم من محاولاتك وسعيك بكافة جهدك للتقرب من أصحاب القرار أو للتقرب من جهة أو من موقع عمل أو وظيفة عينك عليها من قبل بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك بالرغم أنه عم نشوفك عم تتعيفها وصرت أفضل ولكن المتابعات الطبية ما زالت مطلوبة منك عطفيا تبدو جاهز لتنفيذ رغبات الشريك طالما التفاهم ما زال موجود بين الطرفين ولا تبدو الأمور ماشية مثل ما أنت بدك أو حتى على خاطرك ولكن كأنك عم تفتح المجال لحماية استقرارك العاطفي مع الشريك مولود برج التور تبدو جاهز لأحتراف نشاط عمل بشكل انفرادي ومن المحتمل يسهلك هذا الأمر الاستقلالية بالقرارات المالية تحديدا حتى لو تعقدت الأمور فيها ببدايتها أو حتى ببادئ الأمر عاطفيا عم تسعى لإنهاء سوء تفاهم عاطفي قائم ما بينك وبين الشريك على مبدأ تجاهل الخلفات الأساسية ما بينك وبينه وهون نحن أكيد نصحتنا لك تستخدم زكائك العاطفي لسلامة استقرارك مع الشريك مولود برج الجوزائي اللي عم بيستعد لترتيب أوراقه المهنية مع محيط عمل مرتبط مع جهة خارجية بالإضافة لإنجاز مرتبط بإجراء قانوني وأما عاطفيا تبدو مجبر على تصحيح كل الانتباعات أو بعض الانتباعات السلبية يلي كانت سبب بتشويش علاقتك مع الشريك وتبدو مخاوفك من وجود طرف تالت بمطرحها مولود برج السرطان تبدو غير متقبل فكرة الفراغ المهني أو بقاء الوضع على حاله على الصعيد المهني ومن المحتمل أنه هيدا الوضع يجبرك على تحريك بعض الاتصالات القادرة على تحريك الأمر لصالحك وبالإضافة لرغبة بالسفر عم تسعى لتنفيذة أو حتى عم تتحرك عليها مع جهة خارجية عاطفيا عم تتأثر أو حتى عم يتأثر مزاجك أو وضعك العاطفي أو حتى نفسيتك بأي موقف عادر ممكن يصدر عن الشريك بسبب حساسية الوضع ما بينك وبينه وكأنه الأمور ما زالت عم تعطي نوع من التشنجات العاطفية وأغلب موليد برج السرطان كأنهم أمام أرار عاطفي جديد مولود دار برج الأسد يلي عم شوفه مهتم بمتابعة بعض المسئوليات أو الحقوق المالية يعني يبدو اهتمامك بالوضع المالي هو أكتر شي شاغلك بحياتك وبناء عليه رح نشوفك أنه عم بتحدد مصيرك إن كان المهنة أو حتى خطتك الأدمي ومن المحتمل ما تتوصل لحل نهائي بهذه الحقوق المالية أو أي نتيجة ممكن تطمنك بالإضافة لبعض الترتيبات العائلية وأما عاطفيا عملية الأخذ والعطى ما بينك وبين الشريك رح تساعدك على إزالة أو حتى رح تساعدك على إدارة أمورك أو خلافاتك المالية مع الشريك وكأنه موضوعك العاطفي هو مرتبط بإدارة مالية أو حتى بشؤون مالية مشتركة ما بينك وبين الشريك بالإضافة لرغبة بالسفر ما زلت غير متأكد من إتمامها بالتوقيت المناسب مولود برج العزراء وضعك المهني عم بيمر بتقلبات يومية من خارج الروتين المتعودة عليه ومن المحتمل هذا الوضع يجبرك على التواصل مع مصادر خارجية ويبدو أنه حرصك على ترك الأمور للخطة الحاسمة أو للحظة الحاسمة ما زلت كأنك متردد بموضوع شراكة عمل أو حتى وظيفة جديدة أو انتقال إلى مكان تاني أو حتى تحصم الأمور بشكل نهائي كأنك رح تترك الأمور معلقة أو حتى لقدرها وأما عاطفياً ما زالت مشاكلك مع الشريك علقاني بمكان محدد وتبدو غير قادر على حالتها بالشكل يلي ممكن يربط الطرفين أو حتى يربط الطرفين بأمور مشتركة أو حتى يرضي الطرفين بوقت واحد يعني يرضيك ويرضي شريكك العاطفة مولود ده برج الميزاني اللي عم نشوفه كمان عم يجتهد على بناء علاقات مهنية تتوافق مع متطلبات وضعك الحالي وتبدو حاجتك لزيادة مكاسبك المالية رح تخليك توضع حد لنهاية مصاريفك الاضطرارية وأما عاطفياً مواقفك المتهورة عم تأذي كبرياءك مع الشريك مهما حاولت تخبي هذا الأمر بحركات تبدو مكشوفة بالنسبة لأله وبين عليك حابب أنك تتقرب منه وحابب أنك تبادر بطريقة تقرب المسافات ما بينك وبين الشريك ولكن أسلوبك يبدو خاطئ بهذه الخطوة مولود ده برج العقرب ظروف وظيفتك الحالية عم بتشكل خطر كتير كبير على استقرارك المهنة ومن المحتمل يهدد سلامة بقاءك بنفس العمل وبكل الأحوال شايفينك بموقع عمل جديد أو حتى بوظيفة تانية بالإضافة لإهتمام دقيق مرتبط بوضع عائلي كأنه الوضع العائلي خاص جدا عاطفيا عم تتعامل مع شريك أصبح مختلف كليا أو تماما عندما كان بمشاعره أو بتصرفاته وتبدو حتى مواقفه تجاهك لا تعتبر فيها نوع من المشاعر أو حتى الأطمئنان بالإضافة إلى أنك غير قادر على ضبط الأمور بالشكل المطلوب ما بينك وبينه مولود برج القوس الفلك عم يتحدث عن مرحلة مهنية تعتبر هي الأصعب والأبطأ بالمردود المالي من جهة وبتحقيق الإنجازات المطلوبة من جهة تانية ومع ذلك يبدو أن الحسد عم برافقك من كل الاتجاهات وأما عاطفيا وضعك العاطفي مع الشريك عم بمر بتقلبات بالمشاعر بشكل واضح وعم بعرضك لاستغلال عاطفي غير مسبوك مولود برج الجدي أسباب كتيري رح تمنعك من الاستمرار بنفس الروتين المهني اللي عم بتعيشه بشكل واضح والفلك عم يتحدث عن احتمالية البدء بشي جديد بأسرع وقت ممكن أو حتى لربما تكون أنت عم بتخطط لشراكة عمل أو حتى لأعمال خاصة فيك أو أعمال حرة وأما عاطفيا تبدو مشبر على ترك مسافة محددة بالمشاعر ما بينك وبين الشريك بهدف حماية استقرارك معه على المدى البعيد مولود ده برج قدلو عزيزي قدلو عم تترقب التوقيت المناسب للبدء بتجربة مهنية قد تكون محددة ببادئ الأمر ومن المحتمل تتحول لنشاط أكبر مع مرور الوقت وأما عاطفيا تحديات المرحلة الصعبة اللي عم بتعيش مع الشريك من المحتمل أن تجبرك على تقاسم المسئوليات بينك وبينه كخطوة أولى بالتجاه صفحة جديدة آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت يبدو أنه نمط وضعك المهني عم بيسيطر عليه مفاهيم جديدة من الصعب أنك تقبل فيها بدون توفير البديل الأفضل لإلها وتبدو جاهز لمعالجتها بأقصر وقت ممكن وأما عاطفيا ما زال وابعك العاطفي على حاله بالرغم من المبادرات العابرة يلي عم تفتح المجال أحيانا للتقريب بوجهات النظر ما بينك وبين الشريك ولكن كأنه رغم المبادرات العابرة كمان عم نرجع لنقطة الصفر أو حتى للبدايات الأولى هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية للأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2021 ولكن على باله أن يتواصلوا معي أكيد أرقام التلفونات عم تظهر بأسفل الفيديو صار فيكن تحكوني وكمان تتواصلوا معي وأن كنتوا حبين تعرفوا أكتر عن خرطتكن الفلكية الشخصية وتأثيراتها على اسمكن على برجكن الرقمي أو حتى البرج الحرفي كمان كل هالأشياء هايدي فينا لساعتكن فيها من خلال الاتصال فينا نبدأ لكم بألف خير وبي باي